السلام عليكم لبنات نهاركم زين نهاركم مبروك مرحبا بيكم معايا انا رحب بالمشتركات الجدد اللي دخلوا القناة نقولكم مرحبا بيكم معانا اليوم على بركة الله اللي يحبوا الاكل الصحي رح ندلكم الكسرة تر خصيص بالفارينة الكاملة هاد الكسرة رح تكون صحية ومفيدة جدا لكم لبنات اللي ما يعرفوش يخدمو بهاد الفارينة الكاملة يلا نروحوا مع بعض للمطبخ نشوفو كيفاش رح نديرو هاد الكسرة رح نبدو لبنات على بركة الله هنيا كما راكم تشوفو باش نعطيكم المقادير بالضبط شوفو لبنات كايننا حاجة تقدروا تديروها فارينة وحدها انا بركة حبيت نزيد لها السند تقدروا تشيروا الفارينة بالزاف تديروا الفارينة وحدها هنيا لبنات انا حطيت كيلو متاع سند متوسط مع هاداك الكيلو تاع الفارينة اللي شفتوه ومغرف تاع ملح حسب الضوق واش تحبوه حطيت السنوج وانتم احطوا اي زراعة تحبوها تقدروا تديرو فارينة وحدها كما قلت لكم يا لبنات عادي حطيت هنيا كان عندي نص كيس يعني تقريبا مغفتة قهوة خميرة القاطو وحطيت زوج مغارف بتاع السكر نحط النواشة في كل كيماشتو مع بعضها مع هذا الخميرة الخميرة هي البنات مازال ما حطيتهاش نخلط هاداك السميد والسانوج والسكر والملح مع بعضهم والخميرة بتاع القاطو كيما راكم تشوفو وراح نزيد الزيت الزيت هي عينكم وميزانكم تقريبا فنجال مشين شرط تكون مبسة هي اصلنا حجي بنينا وصحية ومع الزيت حطيت مغرف ونص انتاع الخميرة كيما قلت لكم الفارينة هادي راهي بصيف ما تخمر يعني لازمها كمية مليحات الخميرة ونبدأ نجمع في هاي البنات بالماء دافي كيما راكم تشوفو حتى تتلمي معانا ما تجروهاش هادي الفارينة معروفة راهي تشرب والسمي التاني يشرب لبنات دروك تشوفو كيفاش تبلوها كيما الكسر العادي لا هي يبصى لا هي طريا هادا الفيديو اللي يحبو المخبوزات ويكونوا صحيين شوفوا لبنات انا يقدرت الزيت العادي انتو ما تقدروا تديرو زيت زيت هنا تقدر تديرو فيها زيت زيتون راح تكون صحية كتر وكتر واللمها كيما راكم تشوفو كيما قلت لكم هي راهي تشرب السمي دي يشرب والفارينة ثانية هادي تشرب اللمها حتى تولي كيما راكم تشوفو شوفو الجمعات معايا يعني الكسعة تولي نضيفها تتلمي لعجينة كامل اكيد البنات انا راح ندلكها انا اختصار في الوقت بس كوني كنتم طيب في العشاء هذه درتها للفطور وكنتم طيب في العشاء يعني حطيتها في البيترا انتو ما قطعوها عادي انا نحطها ترتاح تخمر ومبعد اعجنوها باليد ولا بالبيترا كيما تحبوا انا حطيتها في البيترا اختصار للوقت كيما قلت لكم كنت مشغولا كي تخمر اعجنتها في البيترا ولا اعجنوها باليد وعاودوا رجعوها للصاشي هاديك وزيدوا وخلوها تخمر اعجنوها باليد ولا بالعجانة وزيدوا ورجعوها تخمر يعني هذا هو السر تحب باش تجيكم خفيفة انا حاندي هنايا هاتل علب الصغيرة تاع الزبدة يعني هي راهي زبدة زبدة حرة انتم تقدو ديروا مارغارين عادي تقدو ديروا مغرفة تعمل مارغارين انا العجينة جتني بزاف جوني تقريبا استخب زيت راح عجنتها احنا عجنتها على مرحلتين يعني نقسمتها لازوش هي راي معجونة انا اعطيت لكم برك في طريقة العجين كيما قلت لكم انا اني حطيتها في الاخر في البيترا انا انا ندخلها غير في الزبدة الزبدة هي البنات كي تطيبوها تعطيها واحدة الريحة معها هذيك النخالة تاع الفارينة تجيها واحدة الريحة هاي للبنات اللي الممتدئات الصغر لم يعفوش العجن هذا هو العجن يعني اتقطعوا العجين انا تعي راي معجونة في العجانة كيما قلت لكم وكنت عجن ولا بقى عجنوها مقبل باليد وهذا هو طريقة العجن شتوية البنات انا دوقني ندخل غير في الزبدة مش تفهموني مليح كي قسمتها اعطتني ستة خبزات هذي درتها فطور مع الشربة والبوراك والبوكاسي والدي الصغر يحبها وانا نطيب في الشخشوخة على هذيك درتها في القصع جنتا دخلت لها الزبدة في القصع هذيك الصغيرة شتوية البنات عطتني كي قسمتها بأحجام متساوية ستة خبزات اروح هنا نجي بفوتة مطبخ نحلها هذي كيما الكسر الرخسيس وننطيبوها فالطاجين تعطين ولتالحديد اللي تحبوه انا عندي تعطين هذيك واحدة الريحة كي تكون الفارين الكاملة هذي يا البنات تصدقوني جربوها رحين تحتاجوا هذي الوصفة في رمضان ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين نصوموه ان شاء الله بالصحة هول هنا كيما راكم تشوفو البنات نقرسها كسرة عادية وشنو ارقوها رحيتطلع هذي اللولا هكذا كوجتني خشينة شوفو جتني اخشينة يعني ارقوها يا البنات هاي هنا بعد ما طيبتها تحمرت نحطوها في الطعجين نتقبوها كيما راكم تشوفو جي مبسة وجي مقرمشة جي هيلة وذي كريحة الفارينة وريحة الزبدة كي كانت الطيبية البنات هذي كيما قلت لكم جتني شوية اخشينة ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم هذي هي هنية شوفو كيفاش تبال فيها هذيك النخالة كيما قلت لكم انا طيبتها في الطعجين انطاطين قلبوها للجهة الثانية وكانت هذي هي الكسرة الرخصي سنتعنا انا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه جاموا ابوني للفيديو لهذه الوصفات ووصفات اخرى ان شاء الله انا ان شاء الله تجربوها تصلح معاكم وتردوني بالخبر انا نقول لكم فرجة ممتعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة